مجهزة العاشرة من الأوتيفي أهلا بكم فيما كان من المتوقع يتوجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اليوم إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية لماد ميشيل عون حاملا معه التشكيلة الحكومية أشارت معلومات الأوتيفي إلى أن هذه الزيارة قد تأجلت من اليوم إلى يوم غد الخميس وأتى إرجاء الزيارة بعد سلسلة اتصالات أجريت ليلا بعد تقرر بعدها التريث وأعطاء مزيد من الوقت إفساحا في المجال أمام المساعي القائمة لأحدث خرق حكومي وجه نقيب الطباء لبناء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف نداء إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي يناشده في حماية الجسم الطبي والاستشفائي والطمرضي إثر الاعتداء الآثم الذي تعرض له مدير مستشفى لبور الحكومي دكتور أندري زيلي من قبل أحد العاملين فيه خلال قيامه بواجبه الطبي والإنساني معتبرا أن هذا الاعتداء على الطبيب وعلى الطاقم الطمرضي والاستشفائي هو بمثابة محاولة قتل متعمد وكذا يودي بحياة المصابين لو لا تدخل العقلاء وردع المعتد عن إكمال اعتدائه لذلك وبعد تكرار هذه الحوادث في المستشفيات طالب نقيب الأطباء وزير الداخلية وضع ناصر من القوى الأمنية عندما دخل المستشفيات لحمايتها والحفاظ على سلامة العاملين فيها وصحتهم وتمنى على القضاء الإسرع في التحقيق صونا للعدالة ووضع حد لهذه الاعتداءات عن طريق تطبيق القانون وأنزال أشد العقوبات بالمعتدين وأشار أبو شرفي لأن مثل هذه الاعتداءات تشكل أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأطباء يهاجرون لشعورهم بعدم الأمان فيذهبون إلى البلاد التي توفر لهم السلام والطمأنينة وهم الذين لم يتوقفوا عن العمل يوما رغم كل الصعوبات التي يمرون بها ونحن نحاول إقناعهم بالبقاء لكي لا يفرغ البلد من الطاقات والكفاءة معيشيا ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 أكتان و98 أكتان 200 ليرة أو 95200 ليرة و98 أكتان 300 ليرة كما ارتفع سعر قرورة الغاز 500 ليرة لبنانية وانخفض سعر صفيحة الديزل أويل 200 ليرة وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة حددت الأسعار كالتالي بنزين 98 أكتان 25500 ليرة بنزين 95 أكتان 24600 ليرة ديزل أويل 15500 ليرة وقرورة الغاز 15380 ليرة لبنانية في الخبر الأخير أمر النائب العام التمييزي القاضي غصان عويدات بختم التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش اللبناني بشأن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت الخميس الماضي وتسلم محاضر التحقيقات مع ثلاثة موقفين من العمال الذين أجروا أعمال التلحيم التي تسببت باندلاع الحريق وأحال الملف مع الموقفين على النيابة العامة في بيروت للإدعاء عليهم بجرم الأهمال الذي أدى إلى نشوب الحريق وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وفي هذا السياق كشف القاضي عويدات لصحيفة الشرق الأوسط أنه لم تتوافر معطيات تفيد بأن الحريق مفتعل بل هو ناجم عن خطأ وأهمال في أعمال الصيانة وأوضح أن لا رابط بين هذا الحريق وانفجار المرفأ الذي وقع في الرابع عشر في الرابع عفوا من آب الماضي حتى الآن لذلك أحيل على الملف النيابة العامة في بيروت بدلا من المحقق العدلي وأوضح عويدات أنه إذا توفرت لدقات التحقيق الذي سيجري التحقيقات الاستنطاقية معطيات تثبت وجود ترابط بين هذا الحريق وانفجار المرفأ عندها يحال الملف مجددا على القادي فادي صوان تبعا للصلاحية ويضم إلى الملف الأساسي مع هذا الخبر نأتي إلى ختام موجز العاشرة نعود إلى زميلة ماي لمتابعة يوم جديد اشتركوا في القناة